دي تاني مرة ننزل وحدات للمتوسط الدخل ممكن كنا عملنا الاعلان الاول لسكن لكل المصريين في ديسمبر الماضي ده كان اول مرة ننزل متوسط وده بقى عنوان البرنامج دلوقت انه بقى سكن لكل المصريين بنغطي فيه اغلب شرائح الدخل اللي محتاجة سكن من الدولة احنا هننزل اسكن متوسط المرة دي في عدد من المدن الجديدة اللي سبق ونزلناها برضو في الاعلان اللي فات فيه وحدات جهزة وفيه وحدات يعني هتكون تسليم بعد 36 شهر وحدات متوسط الدخل اللي جهزة في دوميات ودي جهزة للتسليم الفوري وحدات منخفض الدخل اللي احنا منزلينها كلها جهزة للتسليم الفوري في عدد كبير من المحافظات اجمالي عدد الوحدات اللي هتم طرحها يعني احنا خلينا نقول تقديري كده 100 ألف وحدة وعلى حسب طبعا الطلب اللي بيجينا لانه فيها وحدات احنا هننفذها واستلام بعد فترة فعالة حسب الاعداد اللي هتجينا هننفذ يعني الى اي مدى برأيك مبادرة البنك المركزي تلبي جزء كبير من الطلب على الاسكان في مصر خاصة بالنسبة لمحدودي ومتوسط يدها اه طبعا لا هي هتلبي يعني احنا مبادرة 100 مليار جنيه فضلا عنه في مبادرة اخرى عند البنك المركزي بـ 50 مليار لفوق متوسط الدخل الشوية فاعتقد انه 150 مليار ده رقم اه مش بسيط اه يغطي اه شريحة كبيرة جدا من اللي بتطلب الاسكان للسكن مش اه للاستثمار او او كده